مدعو احمدنا المحيم حد الضلال الزحزها الاشراك والاضلال ذكاء اقل المصطفى انا قلب مريد الله فاستنع رأي انا بجناء ليس له مبارع في سر او في الجهر عند البار الى احمد المختار فضل لا يكون لمرساد او للنبي او مكين هو البذير قد عطلت بلا عمد سابع السماوات به عند الصمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينبئك مثل خبير واجعت لله الكريم كله عبدالله ولا ارى بكله لله كنت بكتابه المجيء وكادر به وكدي يجير اقبلت لله مع الكتاب وما لي اختار بلا عتاب ايقود الله الى الجنان بذكره ما طيب الجناني انا فعيني بغير الضر منذ الوراء وقادلي الى الجنان الصورة ابرأيني وقادني الصحيحة وقادني الصحاحة والصحيحة امشاريني بغير التخفيف والاع يجر لي ما يرث تقولي اياته الى فؤادي ويهدي عنا حد وكان لي بافطاء في يدي كرميني تكريم من ما شفع وكوني الباقي عنده انفع ملكيني مختارني في الارض وفي السماء نعم جار المرض فابت عنده فلاحي بلا محوين وعمري لديه قبيلا له عبادتي بالاعراض وكان لي في جملة الاغراض خاتفته اليوم وانه الكريم وفي خطابي انا لما اريم ابركي اللهم في الفاسع وعسم جميعها من العفاس ابرك لي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات رب استجف ولك وجه كل بلا نهاية وكفر قلي سبحان ربك رب العزة عن ما يصف وسلام على المرسلين والحب لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله تعالى خديم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن الحبيب الغني بالله تعالى عن كل رب وكل طبيب الى اخيه في الله تعالى وفي القرابة محمد بن خالي ذي النجابة سلام سليم لا لغ فيه ولا تاثيم اما بعد فقد ورد علينا كتابك الرسالة والهدية فقلت حامدا اليك للعليم القدير القائل إنه كان عليما قديرا مصديا على جنتي وجنتي مجيبا لك متبركا بهذه الحروف إنه كان عليما قديرا والدين النصيحة أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوفزت بالإخراج والإدخال أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوفزت بالإخراج والإدخال نصيحة وهي لها مزية في الملة الصحيحة المرضية أنا جيت ربي المكرم الأحاق أواجاد لي بيقول هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع الصماء من غير عامد كافأته بيقول هو الله أحد جد ولم يكن له كفأ أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يحتاج لشيء وكفا عني الولم أنا فالذين ثلفوا بالغدر عني بحزبه رجال أبدر علي أذني وعلى المختار واله وصحبه الأستار له فرار من سواه عبد له ولي خير خيور أبد يشكره كل يب الصلاة على الشفيع الفائض الصلاة من غيره فر إليه عاجل وعبد المصطفى خير الورى وآجلا أزكى صلاة الله ذي الجنال على النبي المذهب البلادي قد أبلي بجاه الأعيان أربي ولي قد وهب الميان دعيته من قبل عام جيس الشيء ولي قضى حاج عام حيس الشيء أشكره كل يأن شاء بلاع نهاية على فراقي البلاد أرضيت عن باق حباني بثبور بعد خرج من دلائل عن كبير اتقذ الجنال يا ابن خاندي يأتك بالإخراج والإدخال وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزلت في كتابه الذي أتانا به من عندك إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ إِلَى إِلَهِ اللَّهِ قُدْتُ الْحَمْدَاءِ وَلِسِعَادَ ذَاتِ يَسَاقَ الْهَمْدَاءِ أَنَوَيْتُ شَكْرِهُ عَلَى بَقَائِي بِغَيْرِ الدَّاءِ مَا وَلَا الشَّقَائِي نَوَيْتُ شُكْرِهُ عَلَى جَمَعَيْدِي قَادَ ذَاتِي رَافِعًا أَعْمَالِي أَمَدَّ لِيَسْرَ الْمَصُونَ وَأَزَاعِبِ أَدَائِي بِكُنْ وَكُلَّمَا أَسَاءَ فَزَاعًا أَذْهَبَ عَنِّي اللَّهُ كُلَّ مُفُضِي لِمَرَضٍ وَصَانَنِي عَنْقَفُضِي أَكْرَمَنِي بِنَفْعِهِ مَعَا جَمِيعِ أَخْتَارَ لِي لَهُ وَإِنَّهُ السَّمِيعَ أَمَهَا عَوَيْقِهِ عَنِ الشُّرُوعِ أَوَكَادْ لِي بِالنَّفْعِ وَالْبُرُوعِ أَرَضِيطُ عَنْهُ لِيَوْمَ رِضْوَانَ الْكِرَابِ أَوَكَادْ لِي السُّلِي وَمَافَاقَ الْمَرَابِ أَدَمَ دُرِّي وَعَنَائِي وَالسَّقَبِ أَبْعَنِ سَأْنِي عَنِي الحِسَابِ وَالنِّقَبِ أَكْرَمَنِي الحَيُّ الَّذِي لَيْسَيَمَ لِأَنَّنِي حَيٌّ بِهِ لَسْتُ أَمَارِ أَذَبَّ لِغَيْرِ ذَاتِي الْأَسْقَابِ أَوَكَادْ لِمَا عَظَّمَ الْمَقَامِ أَشْكُرُهُ الْيَوْمَ وَبَعْدَ لِأُمِي هَوَلِسْوَا يَسْعَقَ كُلَّ نَوْمِ إِخْدَى الصَّلِيمِ بِمَعَلِ غَيْرِ أَنَّمِيكُمْ قَدْتُ وَلَا يُرَى لِغَيْرِ يَبِيكُمْ أَرَدَّ الْأَذَالِ غَيْرِ ذَاتِي وَالْمَارَدِ وَلِيَقُونُ خَيْرَ خَيْرٍ فَيَلْغَارَدْ أَنْهَجْهَا دِي وَبِيُوعِ اللَّهُ بِبِجْرِ لا إله إلا الله أَنْعَدْنِي الصَّحَّةُ لِشُكُورِ أَنْذِلْ جَمَالِ الأَكْرَمِ الشَّكُورِ شَكَرْتُ مَنْ مَتَى يَقُلْ كُنْ يَكُنِي عَنَ الدريق قَدْ قَدْهُ لِي بِكُونِي يَشْكُرُ قَلْبِي وَلِسَانِي وَالْجَسَدْ رَبِّ الدريق فيه مبيعي ما كسر أَعْتَيْتَنِي ذِكْرَكَ يَا مُكَرِّمُ وَنْقَبْلِي مِنكَ الْهُدَى وَالْكَرَيمُ أَذْهَبْتَ قَبْلِ الْيَوْمِ عَنِّي الْحَزَدْ يَا رَافِعٍ إِلَيْكَ مَا مِنِ التَّزَدْ إِلَيْكَ يَا كَرِيمُ التَّمْتَدُّ يَدِيعِ مَا رُدَّكَ يَا مُنِدْ لَا الْأَفِيَدِي أَنَا فَأَعْطَيْنِي أَنَا فَأَنْحَبَانِي بِالْيَقِيعِ يَا مَنْ جَعْلْتَنِي سْرُورًا مُتَّقِيرِ أَيَسْكُرُكَ الْقَلِمُ وَالْمِدَادُ يَا مَنْ إِلَيْكَ قَادَنِي الْوِدَادُ قَادَنِي الْجَمِيلُ بِالْجَمَعِدِي وَقَادِنِي الْكَامِلُ بِالْكَمَعِدِي أَوَاجِهَنِي الْبَاقِ الْوَلِيُّ وَالْلَطِيعِ بِمَا يَسُرُّنِي وَلِدَدْنِي الْقُطِيبِ أَلَمْ يَنْحُونِي وَلَيْسَ يَنْحُونِي الشَّقَاعِ أَلِي سِوَى قَدْنَ حَادَ وَالشَّقَاعِ أَلَكَ ثَنَائِي وَشُكُورِي سَرْمَدَا يَا خَيْرَ مُعْبُودٍ وَمَنْ قَدْ حُمِدَا هدية منك أتني مغنية عاصمة خالدة ومعلية كفيتني الأعداء والأمراض وفي رضاك قلت للأغراض أنا فيت كل جانب للكظيم إلى سواء قابلا لنظمي فرد لنظمي ولنفري كل ما فرد إليه الأولياء والعلماء يقدم منك مزيل الريب فتحك لأبواب علم الغيب كن فيكون قد أصح جسمي كالقلب واللسان أعدى قسمي أعيت بالله كتابه بالغاق أنا سنوى للغاق حياتي قابلا أنا ويت شكرك وقبت الحمد لك وسقت لسرايا الهنداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متى الذهب إليه ذاهب هداه ووهب أنا أحمده على الذي قل وهب ومع يفوق من الأرض ذهب أنا أسأله سلاته على الرسول وعاده وصحبه الذين وصرعون يا الله يا مجيب يا قريب أعجب دعائي إنني غريب يا الله يا مجيب يا قريب أعجب دعائي إنني غريب هذا لي النفس وشيطان المريع هو القلق والهوى وصيرني الصعير إليك سيري وعليك الزادي تكرما فلا تزل عمادي هم لي هدى مع التقن ونوع عناية وكفن غرورا أبي المصطفى وسيلتي إليك يا حسب ذاك توكل عليك أدم له خير الصلاة وصلاة ولجميع الآل والصحب العظام لك غدوي ورواحي والذهاب لك مبيتي ومقال ومقيدي والإيام هيا سر ذهبي وإيامي وطوي بعد الخلاء عدني واجد لعافي أريدت كونك معي في سوفني فهقيق الرجاء وقضي وطري هبك استعنت فأعني يا موقيع وكل من بك استعانى فمكنني بك استجرت فأجرني يا موجيع وكل من بك استجر فأجير يا جامع الناس اليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقني بفضلك بالاستقام وذي العبودية والسلام هيسر أموري وأمور المسلمين والتقينا الشقا ومكرا كل حين هبلي مواهب بها أكون عمتك في الدارين لا أخون فدل عبيدك الذي تحيا على البدي يهديه يا رب الوراء هيدعوك مضطرا فكن له موجيع وصديا على خليلك الحبيب نبيك الداعين مجاب الماحيع والآن وصح بذل الفلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سجدنا محمد وآله وصحبه إنا كذلك نجزي المحصنين إنا جناني إلى الجنان وجه الله الكريم كن لياتي خيرا كثيرا لا يريم إنا الجناني وجه الله الكريم كن لياتي خيرا كثيرا لا يريم ناجاني الباقي بلا تكلفي اوان قادرين وعدوا بلا تخلفي انا جاني الحي الذي ليس يمع اوان شعب لي بنور نطق وصمير لانالي قلب الذي قبلنا حيعي ضريف مغن ليدي والمنحي كتابتي ردت لغيري كل من رامى اذى واطابتني الزمن وذبت كتابتي يا ابني صلعين الى سوايا وحمد يا المعين اذا كتبته تزعر شضي الجمال انقادل علم وصعي وكمان لم ينعو خطي فدود او كذب ولكتابتي الرضاء ومجذب كما تذل الشلال والاكرام بخطي العداء مع صيرامي انا فاعدا يقطي المقبول وانقادل الكتاب والسبيل اجذب للخط مقامات الرجال ولطواه صير الرجال والمجال زند مكاتب تدور بين عين العرش والكرسي تمحو الميناع يقين الخط ضلات لن تغضر وكل من كابد خطي ينقضر اكرم الله بكون خطي إلى الجنال اطابل الزمطي على ينتحي لخطي العسيان وينكري فيه لما البيان امد لي الاعظم في خطي وفي امدقي مزحز حبه مخفيفي حطت كتابتي عني اللغير وحيارت عند النبي كل ملغير اصال ميدين اعداء طرد بحرور يدي وخطي يجود بمرور انابت كتابتي لداء اهل الكتاب عن غزوات اذي المزايا لا عطاب ايقود لمنافع البلدين خطي بلا اذن من الابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سجدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما واجعلني محصنا ونشر علي بركة المحسنين اللهم يا جامع صل على سجدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما صبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتقبل مني بقدر عظمة ذاتك قولي هذا اللهم يا شكور صل وسلم وبارك على سجدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني بقدر عظمتك يا أحد صلاة وسلاما وبركة تجعل بها قل لي كثيرا لا انقدم أبدا من يوم الخميس سابع أوائل المحرم عامطي بمدد شكرك وهب لي بها في كل ما اخترت لي سلامة وعافية وبركة وبركة ودرجة رفيعة وأجرا غير ممنون انا كذلك نجزي المحسنين احمد ربي جملة المحمد مصديا على النبي الحامد انا جيت من ما عنده ليس يريب رب الذي أكرم من كل كريم ناجيته جد من المحرم بذكره الحكيم للمحرم اعتني النافع نفع الباقي وقدري مواهب السباقي كافته بالذكر من شهر صفر والشكر حامدا له إلى الصفر أذلي له جل وعز من ربيع أبي المصطفى خير الوراء إلى ربيع أرضيته بالذكر من جمع داع والشكر وفنا إلى جمع داع له مناجاتي من شهر رجب بالذكر والشكر معد إلى رجب كافته بالذكر من شعبان أو الشكر وفنا إلى الشعب ناجيته بالذكره من رمضان أو الشكره سبحانه لرمضان جالسته بالذكر من شوال وشكره معانا إلى الشوال أزنت لمجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة أممت وجه الله من ذي الحجة أبي الذكر والشكر إلى ذي الحجة أرضيته ربي الله من يوم الأحد أبي الذكر والشكر إلى يوم الأحد أبي الذكر والشكر إلى الثلاثة أبي الذكر والشكر إلى الثلاثة حمدته من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميته جد من الخميس بأحصان الأسماء للخميس أنا جيت ربي من العروب أبي الذكر والشكر إلى الثلاثة أبي الذكر والشكر إلى الثلاثة أبي الذكر والشكر ليوم السبت أنا فعلي وكف عني الضرراء في أبد وليسوق الدرراء سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للظاهر رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمه ووهبني في يوم خطي هذا بركات قوله تبارك وتعالى بلا مكر ولا غرور بلا مكر ولا غرور ولا استدراج في الحال والمآل أن أجزي المحصنين أنفى لغير ذاتي المفاسد أمن لا يسوق لي أذن أو فاسد أجذب للباقي بلا انتهاء أمن سرتي والضرد انتهاء أزنت مكاتب لوجه الله ساقت إلى السوايا كل الله هيا سوق من ليس له كفآن أحد لغير ذاتي كل قالي قد جهد أعطى أني مميت ما أغناني أعني المدافع إلى الجناني لم ينتح الكافر والمنافق إلى جهاتي وسوقي النافق أمد لك الألفاظ والمعاني باقي كفاني أن أكون عانيا حفظ ذكر من هداني فاسرا ألي سره كما كفاني القاسرا سعادتي بلا محاء كتبت عند البدي من أمد ري كابت ناجيت من ليس له كفآن أحد نعم بنعم ربي بنعم ربي الرحيم الملتحد ناجيت من ليس له كفآن أحد بنعم ربي الرحيم الملتحد يقدري إلى الجناني ورطي باقي حماني عن عيدا ومراضي أنا فاق لغيري السوء والمفاسداء باقي لغيري يسوق فاسداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للظاهر بالعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سل وسلم وبارك على من في الكتاب الذي أنزلته عليه قولك نجزي المحسنين وفبشرنا وهب لقائل هذه الأبيات المأقوذة منها كل شهر وكل باب من أبواب الجنة من أبواب الجنة التي وعد المتقون بلا أدا ولا سوء ولا ضرر آمين يا رب العالمين نجزي المحسنين فبشرنا نبينا رسولنا محمد أبيهم حدري وهو محمد أجزاه أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه أيلتحيد أزاد نبينا الرسول الصامد في الهار والمآل نيلا يحمد أيثني عليه من أتاه المدد أبي جايه مع الرضا والسدد الأحمد المختار لأحمد المختار عبد سيد أعمى النبي والرسول الجيد أحمد المختار وعبد سيد نعمى النبي والرسول الجيد الأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يريد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حطى الإله كلما لا يحمد أبيه لغيري فالإله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد أنبينا في كل شيء يحمد بجائه حازل مزايا الحمد يخدم الفؤاد منه وليد إلى الجنان وهداه الأفياد أنبيت شكر من أذاي محمد لديه ونبيه أحمد فزد بتبشير الإله والرسول وللجنان للبشارة بصير بركة المحيمة لتقبل الخمار أولي الجادة بظهور وجميع شكرت ربي على الحب الخديع محمد من ليكثر القليل شكرت ذا العرش على الهدى الدليل أوجد لي بما به أشف الغليل أردني الجميل أفضل السبيع بجاه من به تفخر القبيل نويت تاريفا يبشر الكفير يفوق بطري السمان بلا أفوال أفيد بالعلم البليد والنبيع إن شاء باقي يجاد بقبير هداية الله وتبشير الرسول أغنت وأبد الرضوة وخير السون بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن المصبحون أوقعني الباقي الممات والحصار وعمري جعله خير احتسام أعبده بذكر والشكور ولم يزل برافعي الشكور أنا فعيني ولم يدريني ولم يجر لي لما يجر لي ولم أنا فعيني ولم يدرني ولم يجرني لما يجر لي ولم أنا جاني الحي الددي ليس يا مرعك أولي سوى ساق السطوة الممين أنا لن يمنى الدذين لي الصالب أما اختار لي بغير دفع وطالب ألي ودي ربي ساق ربي أبدا ما سأني وكل من لم يعبد أنا زعي للباقي جميع الحرب ركا وسكنات يهدى والحركات حساب ينقضى وليس يرجع منه لا يدني واني مرجع أنا فادي غير جهتي من أتعب كاف كفاني مذقلا ومتعبا أذهب باقي لا يزال نافيا لغير نحيه من يرام نافيا لوجه ربي أذب ربي أبدا لغير در كل من لم يعبد أما حتى وجه الأذى لله بسر لا إله إلا الله سبحان ربي الأظيم الأعلى حسب الشريعة مع الحقيقة وليتنقى دؤمنا مراقيقة أو الجهدي أجر ربيع أو الديع وغض عن الشدال أو التقوير أنا فالممات والعذاب والحصاب فاق لغيري وحماني باحتساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وصلى ما تسليمه وهب الله تبارك وتعالى لكاتب هذه الحروف القرآن بواسطة الأمين جبريل جبريل عليه السلام الله تبارك وتعالى والله على ما نقول وكيل وسلام على المرسلين واجهت جبريل الأمين بالسلام لوجه من أوحاله خير الكلام واجهت جبريل الأمين بالسلام لوجه من أوحاله خير الكلام سلام ذي العرش وذي الكرسي على أميني وحيه القدسي ألواتك الكريم بلغ عنني له سلامتي وتقبل مني ألواتك الكريم أذهب لي سواي أما لم تحبه كشكر كهواني أمد لي الأعظم في عاداتي يا من كفاني كدر الصلاة علمتني تعليم من لا يخفع علي شيء سالبا للأخفع ألقدتني تلقين هدي نستحيل علي شهل مغنيا عن الترحيل إلي قد تمالي غيري لا يميعي أمحوت عني العناء والخموم إلي أدت بركاتي أحمد علي تسليمك يا من حمد لي انتلي قلوب قوم آمنوا يا من ألنتلي ومن لم يؤمنوا أمد حياتي بالكتاب للجنعين يا من مكوثي أطبت والجنعين أرد التمالي ضاع عام جيس الشيء في عام طلس الشيء من مسشي أسقت اللعين مع من وادله الغريد ذاتي أبدا يا الله هل قد تبين لكل جاهد كونك لي يا خير ناف واحد هيا قدري من مسش للجنة كونك لي بلا أذن بجنة هنفيت كل من نحني بوالي هل بخير ذكر قد على كل كلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من قبل كليتي وهبني في كل شهر من شهر المباركات ما يصرني وينفعني ولا يضرني في شيء مع كتابي قرآنا عربي قراءة الذكر كنز تبقى لقارئه وتنيل سبقى رفعني القرآن رفع لم يرى قتل غيبي ولغيري لن يرى آيات ذي العرش وذي الكرسي تقودني بسرها القافي إلى فؤادي ويد فر الكتاب موجها لغير ذاتي العطاب أنفع كتاب الله لي قد وهر وعمري صفا وقلبي مهر إن التلاوة غدد لي بشرا والله عمري وقلبي بشرا أعلمني التاويل والتفسير تعليم من عني الطاوى المسير أرضيت عن ربي وربي راضي عني وللأعظم فيه وراضي أبركة القرآن قادة كلية لخير منزل ما يجم وقل يقرأ منطقي وقلبي يعقيل خيرا وعن جهل وشر يعقيل أيقود للتاويل من لا يخف عليه شيء واختصاصي أخف إلي قاد ذكر ربي سبق وقابل الله كنوزا تبقى وخرق للعادة فيه وفي كل ما أحبه لي واختاله لي ورضيه لي واجعل هذه الأبيات من معجزاته الكاملة أمين يا رب العالمين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصرف الله تبارك وتعالى كل ما كان متوجها إلى ذاته وإلى غيرها بلا توجيه شيء منه إليها أبدا وأيس الله تبارك وتعالى عز وجل الشيطان الرجيم من توجيه شيء منه إلى شيء مني أبدا وخوف الله تبارك وتعالى الشيطان الرجيم بقدر عزمة ذاته المقدسة مني الله خالخ كل شيء كليتي لله أو سالاني لله رب الله فضلا ولا إله إلا الله له شكري بعد حمد يخلد على نبي طعب فيه الخلد لله شكري أبدا على رسول وهب لي الوهاب فيه خير رسول أجابني القريب والمجيب بما به لا زمن عجيب هدى لي الله بما شاء شاء وقادر الكتاب المحكم خاب رجاء كل من عاداني وكان بما هداني أذهب عني الله ذرا والحزان قبل أن الكرسي قاد متزان أهل العرش والكرسي نحفي والعرش هيا ارتقياني مخجلي كل قريب أقلت مدادي وقلامي للكريع وقادر الكريم ما كنت أرم كتابتي لوحه والقادم تأتي بلا وسوسة أو ظلم لم ينحني سوء من النفس والعرش من الهران إضلال كدي أولا لم ينح قلبي غير توحيد المالي أولية الخير وفارق الملوك أشهد لله وأهل بدري في كونه ويعني قدري هيا سر أهل بدري الكرام تغلسي وحوزي المرام أتاني الذكر الحكيم من جعل فلك المهتم القزوات فانجعل كتابتي قبل لنا أهل الكتاب إلى سواء نحوي ذبة العتاب لم ينحني بعد الجهاد والبيع غير الرضا من دي جاد في الضيور يشهد ربي ويشهد الوراع لأنه أورث عمري السوراء يشهد ربي ويشهد الوراع لأنه أورث عمري السوراء يقدر القرآن لله بالله شيء يسوء أو يضر مصبيلا ترطير آيات كتاب الله ليقول الدهر فضل الله هيا من قدري في النحي والبيان وفي المرض أبيان الميين هل انقاد في المنطق والأصول أمنافع الأصول أو الفصول هل انقاد في البديع والمعانيع مذهب كل منكر معين إلي قاد العظم الوهاب هلم ينحني وعيد أو إرهاب هدى كل من قلان الله فضلا ولا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حبس الله تبارك وتعالى كلية الشيطان الرجيم بمنعه وقفضه وصرف كليته إلى غير ذات كاتب هذه الحروف وإلى غير مختير له من العيال والبناء والممر والمقر وعاذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وإن مكائله وحياله بقدر عذمة ذات الله المقدسة الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين الحمد لله الذي أذهب عنا الحازن إن ربنا لغفر شكور الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله سبحان من لا أحصي ثناء عليه وهو على كل شيء وكيل ونعم الوكيل أوجات قلبي ولساني والبادناء لمن كفان يا عذاب والددناء هو الإله وهو الله الصامد الرافع السماء من غير عامد وهو لم يلد ولم يولد كمثله شيء وعبري خوّل عندما ينبقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد ألوخ طبي وهو خير مرتاحة بعد إفراقي من قلاء ومن جاحت أذهب كل ما يودي للحصاية إلى السواية باقية بلا حصاية كرمتني التكريم باقي النافعي أو كنت لي بأنفع المنافعي ألم ينحوني من لم يكونوا تائبي والصرف معا لغيري هاربين ألقنتين تلقي نموح مليمي وقت المجاهدة أي مبهيمي شكرتيني عند عبادك الكريم وقلت لي مخجل أسولي من مرايب يسرتيني وليما رمت تب وكنت لي بما بأعدائي الذهب آتيتني الأعظم في عقائدي والقول والفعال فنعم عقائدي واجهتك اليوم بالشكر يرطي للعرش والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيدتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجاء وقبتني بما طوى عني المجال ألست أشك أبدا فيك وما في الذكر والمحي وقبتني الولاي أودودي يا وهابي يا ولي يا من أتني سرك المخفي نفعتني نفع البديع الوادي في العقد والقول وفي الأحوال أعلمتني بخلقك الأشعاء صلبتني الدرر والأفياء أملكتني بلا أذن شكرتني أمنتني أيدتني بشرتني أكرمتني فإنك المكرم وكل ما اللي اخترته بلا عطا أيقودني إلى الجنان ذكرك وانقادري في كل الشيء شكرك أملكتني أودودي أملكتني أودودي والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما حصبي الله ونعم الوكيل اللهم الإجابة الإجابة بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إن لم أكن أهلا للإجابة فإن لم أكن أهلا للدعاء لكفرة العسيان فأنت أهل للعطاء لكونك الحنان المنان اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أما يجيب المتطر إذا دعاه وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم فهاء نذا واقف بين يديك ذليلا مقهورا وأنت العزيز القهر وأتوسل إليك بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والذين شهدوا بدرا بإذنك معه مستنصرا بك على أعداء القالب والقلب مكتفيا بك في كل تاحالتي الدفع والجلب مخاطبا للأعداء بقولك الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم وأقول لهم تعززت بذي العزة والجبرون وتوكلت على الحي الذي لا يموت شاهت الوجوه وعمية الأبصار وتوكلت على الواحد القهار وأقول إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ بالحفيظ السماع أو الأرض وحده وما بينهما أنا ويت رجعي لقوم عبداله وأخدم الرسول الشداء نبيه من عام التوبة إله لقائه وهو الكريم أذو الإله يا رب نكفيني بما شئت العداء وكل ما يضرني حيث بدأ علي من اليوم باستقام وردني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقني إنك القدير ففضل علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير أبك أعوذ أبدا من النفاق والكفر واكفنيهما مع الشقاب أربي بجاه المرتقيم كارما أبلي الرجوع لقوم سالما بجاه السخر للأعداء بسرعة موزن يرتقاء أب العلم والعمل والأداب أب الذكر والحديث والصواب يا ربي قد وهبت للإجابة في عاشر الأعوام زي النجاب أوجيتني في عاشر الأعوام سولي وقد ذهبت بالأقوام أرقيتني عشر سنين واحد وبعدها كفيتني ذا جوحدي كون رجوعي عاجلا ربي بيكنا أنت متى تقول لأمر كن يكون أمن استعاد بك ليس يقهر أمن قذلته فليس ينصر أمن أمكم لرعبة فيكم غافر أمن تكون ناصره ينتصر أنا الشد وارحي إلى التهجد في كل الليل أولت دمت عبد دمي كون جميع ما طلبت منك فإنني جدا مرضيت عنك ألك حياتي وماتي ولك ضعفي وقوتي فهم لي عصرك ليجل إلهي بنصر يبقى بلهي أنا لعصمة وصبقى أمن علي ربي من ذا اليوم لأن أكون صرمة كالقوم تعبت في ذا اليوم بالأمراض فالتشفيني وليسق أغراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر